اشتركوا في القناة نقدر نكمله ويا رب نولنا رمضان يا رب ونولنا بعد الرمضان ويا رب يعني في شعبان ورمضان يلي علينا رمضان إن شاء الله ومصر والأمة العربية كلها في أحسن حال بسيطة خيرا دكتور بسيطة نوريا أستاذنا أهلا وسلم هنتكلم في شعبان ولا نكمل الأول الإسراء والمعرن كما تحب يا أستاذنا لا لا زينا أنت هل أنا تحت أمرك لا خلاص يعني نكمل بتيال الإسراء والمعرن في حالات كثيرة لدي خلاص فضل لدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى سبحانه يقول في الحديث القدسي أني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم من رضي بقضائي وصبر على بلائي وقنع بعطائي وشكرني على نعمائي أبعثه يوم القيامة صديقا وأدخله الجنة مع الصديقين ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكرني على نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليخطر له ربا سواي وصلاة وسلاما يلقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الصحيح جاءني جبريل وميكائيل عليهم السلام في المنام جبريل وميكائيل جمل سيدنا الناب في المنام فقال جبريل يا ميكائيل زن محمدا عليه الصلاة والسلام بعشرة من البشر فوزنني بعشرة من البشر فرجحت بهم فقال جبريل يا ميكائيل زن محمدا بمائة من البشر فوزنني بمائة من البشر فرجحت بهم فقال جبريل يا ميكائيل زن محمدا بألف من البشر فوزنني بألف من البشر فرجحت بهم فقال جبريل يا ميكائل والله 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 لو وزنت الحبيب محمد بأهل السماوات وأهل الأرض لرجحت كفة الحبيب محمد اللهم صلي على سيدنا رسول الله الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أستاذ إبراهيم تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الإسراء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الأرضية اللي طولها 1800 ميل النهاردة هنتكلم عن الرحلة السماوية اللي هي من المسجد الأقصى إلى ما بعد صدرتي المنتهى في رحلة سماوية لا يعلم طولها إلا رب واحد هو الله عز وجل الواحد القهار وأنا النهاردة هركز على حكتين على أنه في ليلة الإسراء والمعراج كانت هدية القرب للقرب يعني إيه الكلام ده؟ كانت هدية الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد عليه السلام ولهذه الأمة هي الصلاة التي كانت خمسين في البداية ثم خفضت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة كانت هذه الهدية في ليلة 27 من رجب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حافظ على الصلاة كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة السؤال بقى هو لربنا فرض الصلاة مواجهة بين الله وبين رسوله لماذا لم يفرضها الله عن طريق سيدنا جبريل؟ يفرضها الله عن طريق سيدنا جبريل قال لك نظرا لأهمية الصلاة نظرا لأن الصلاة هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وذلك حتى التحيات اللي في الصلوات دي اللي احنا بنقولها هي كان ذلك عن طريق حديث بين الله وبين رسوله في ليلة الإسراء والمعراج عندما ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلى وكان قاب قوسين أو أدنى قال النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الطيبات لله فرد عليه الحق سبحانه وتعالى بنفسه قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فردت الملائكة في عالم الملكوت الأعلى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شوف يا صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي عليه التحيات لله والصلوات الطيبات لله يعني كيف الله سبحانه وتعالى عندما يصلي علينا نحن إبا ربنا حيرحمنا إبا رسول الله يحيي ربه ويطلب منه الرحمة والله سبحانه وتعالى هو الرحيم فرد عليه الحق سبحانه وتعالى قائلا له يا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذا الله سبحانه وتعالى يرحم رسوله صلى الله عليه وسلم ويرحمنا فردت الملائكة في عالم الملكوت الأعلى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بقالش على عبيد لا على عباد الله الصالحين لإني في فرق بين العبيد والعبيد هتسألني أذك العبيد وما ربك بظلام للعبيد الطائع وغير الطائع اللي بيعرف ربنا ولا بيعرفش ربنا لكن العباد سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللي قال عنهم ربنا قبل كده وإحنا قلنا قبل كده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وزي ما قمنا الإسبوع اللي فاته أصدر إبراهيم أن الله إذا أحب أحدا من الخلق وصفوا أحسن وصفوا بالعبودية بأنه عبد لله سبحانه وتعالى وذلك إحنا أصدر إبراهيم بنكره مصطلح العبودية ليه عندما تكون العبودية من مخلوق إلى مخلوق من بني آدم إلى بني آدم من بشر إلى بشر لكننا نحب مصطلح العبودية عندما تكون من مخلوق إلى خلق عندما تكون من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ ما السر في ذلك؟ قال لك لأن عبودية الخلق للخلق تجعل خير العبد للسيد العبد اشتغل خدام للسيد لكن عبوديتنا لله سبحانه وتعالى عبودية العبد للسيد من هو الله سبحانه وتعالى تجعل خير الله للعبد أنت لما تعبد ربنا كويس وتتقن فينا في كل عملك وتقول إياك نعبد وإياك نستعين إبرا ربنا سبحانه وتعالى أكيد حيكرمك ويعطيك من الخير ما لا يعد ولا يحصى هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير كانت الصلوات خمسين في الأجر وكانت خمسا في العمل بعد حوار بين الله سبحانه وتعالى وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وده درس مهم لنا أن احنا أستاذ إبراهيم نحافظ على الصلاة أنا مش متخيل أبدا الله يا أستاذنا أن في واحد بيأكل من خير ربنا وبيشرب من خير ربنا وبيلبس من خير ربنا ولا يغبر جبهته بالسجود لله سبحانه وتعالى وعمره ما فكر أنه هو يروح الجامع يصلي أو حتى يصلي في الجيد وحيغبرها فينا دهية ما بيصلي على السجادة وعلى حاجات حرير أنا قصدت أنه يضع جبهته لله على السجادة وأي أي أينما يعني ده دلوقتي دلوقتي السجاجيد والذي اللي بيروح يحجل خمس نجوم دول أو لعشر نجوم يعني ما صحيح فهو على العبد قصدته أن يسجد لله سبحانه وتعالى بل إن هناك عبادة مشاهده الصلاة إبراهيم لا يدخلون المسجد اللي مرة واحدة إلا وهم محملون على أعناق الرجال لكي تصلى عليهم صلاة الجنازة أنا كتير جدا تلفونات كتير أو بيجلي من سيدات ومن أزواج ومن أباء اشتكوا ابني ما بيصليش أعمل إيه جويزي ما بيصليش أعمل إيه طرحت بقى تعالى هنا طرحت السؤال المهم عايزين يكلم فيه لأن أنا أحاسس أنه نحن أحب فيه ولهتين نظر مختلفتين هنا واحد حد جيه قال لحد لا ولاة نظر يعني ده ما فيش ده بالعكس حد جيه قال لك أنا ابني ما بيصليش عايز بس الناس هل هو النهاردة يعتبر ده سوء ترب يعني هل هو ما عرفش ربي هل هو هيحسب على ده زي ما حد النهاردة يتصور واحد مراته مش متحجب مثلا هل هو هيحسب على هذا الكلام ده سؤال لو مراته ما بيصليش هل هو حيحسب على هذا الكلام إذا كان ربنا سبحانه وتعالى واصطبر عليها الأمر بقى ده آه إيه بقى الأمر ده آه يا أخي أنا بأحتكم برضو الكلام بربنا طيب باش ربنا سبحانه وتعالى لو أنا ما بصليش محدش يقدر يحسبني في الدنيا يعني افرض أني أنا ماليش أهل خالص كده ما بصليش هل الحاكم يقدر ولا أي حد يقول أنت ما بصليش لإيه يا سيد ما أنا حقول لك الصلاة علاقة بين العبد ورب يا أخي أنا مش مختلف أنا عارف أنا ممكن أروح أقول لك أنا صليت وإنت ما تعرفينه بس ربنا بيقول لنا أما أولادنا ما يصلوش أشوف أننا بصليش يا أخي أنا سأنا عايز أوصل بس الحاجة أصلا إحنا بنتلع من دي اللي إيه أصلا إحنا وصلنا لمرحلة تألهنا على الله لما يلي ولد يعتزل أبوه بيعتبر أنه كافر العيال ودي بينعاني منها في سينة دلوقتي العيال اللي بتعب في دمقهم فبيعتبر أهاليهم تقول كافرين إنه هو بس اللي محتكر الدين وده فهم خطأ الدين ما هو يا عم ما أحنا بحكيه لك فهو لو فهم الدين وحتى لو أبوده ما بيصليش هو ما قدرش يعمل له حاجة هو لا يملك أن يعمل له حاجة ولا يملك أن يكفر لأن اللي حيحاسبه ربنا سبحانه وتعالى نحن لا نملك إلا نصير لا نملك أن نكفر أحد ولا نخرج أحد وربنا مش قال للرسول إلا عليك إلا البلاغة بس إنت برضو كأب في البيت أو أنا في البيت يا عمي أنا أأمر إذن بالصلاة هتأمر أقولي درجات الأمر يعني هتأموا هتأمر أحكي لك هتأمر أحكي لك مثالة الصلاة في الصالح أه أسأل لعمر بن العاص أه فاتح مصر كان بيصلي في المسجد الأول مسجد عمر بن العاص أه والساعة كده تمانية كده بعد الضحى قاعد يذكر ربنا في الجامعة اللي بعد الضحى فرجع البيت رجع إيه المنزل لا ابن ناين وما صلاش ناين عمل معه إيه لعمر بن العاص عمل معه إيه وكذاه برجلة سمعني بس يا أستاذ نكمل وكذاه برجلة وقال له قم يا ولدي لأنام الله عينك أتنام في وقت يوزع الله عز وجل فيه الأرزاق على العباد إحنا بقى بنعمل إيه أنا لقيت ابن نايم من 11 و11 بغطيه وقاله نام يا ابني نام الظالم عباد يا أخي أنا بس دعني نتكلم عمر بن العاص من العمل الخديعة بتاعت أيام معاوية وفي أيام بس ده من كبارة صحابة رسول الله يعني أنا في الأول وفي الآخر عمل ولا ما عملش عمل بس خلاص كله يؤخذ منه ويرده عليه والصبر نعم كله يؤخذ منه ويرده عليه كله واحد عن لي وعليه نعم علوه هو آه لي وعلي بس هو وكذبنه بقى ولما كذبني ده مش مقياس لي اللي أنا عايز أقوله أقصده أنا أنا لو عدي ابنه ما بيصليش ده أنا ممكن لك إهر تمام لو أنا عندي أولاد إنما بس لازم أبفاهم إن أنا حدودي أنا ربنا مش حسول أنا عملت اللي علي عصر أنا ما قدرش هضربه ما قدرش هضربه يعني حتوكزه حتعمله حاولك طب ماشي خلاص حديره تقوله عصوم حيروح بره يأكل وانا شفته وانا حمشه وره بحسابه وعالله المهم من أنه أنا عمل اللي علي أقوله آه ده اللي أنا عايز أقوله حسابه أربنا اللي حيحازبه في الآخر بس لازم أقوله مرة ومثلين وعشر مليون مليون مرة ده أنا أنا معاك وأدعوه بالهداية يا سيدي أنا معاك في ده كله تمام أصل ليه بقى لإن إحنا ده رحيزنا دلوقتي إن إحنا بنكفر بعض يعني إحنا كبشر مع هؤل عيال اللي بتعتزل أهلية العيال اللي في سينة ما أنت كل الأباي اللي في سينة لهم ولاد عندهم بعضهم عندهم ولاد مع التكفريين دول قعد لعبه في دمخهم لغاية الولد ما كفر أبوه طب يا ابني أنت بتكفر أبوه ده أنت في الأول وفي الآخر ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك أنا اللي ححاسب ولا حد بتكفر ولا حد يعمل ولو واحد أصلا ما صلاش مش هقدر أحاسبه يعني ما حانش يدر أحاسب حد لو واحد ما صلاش مش هقدر أحاسبه لا صح نعم حسور الله ربنا اللي ححاسب ممكن يأكل واشرب وإفنع نفسه بس حسابه نعم كل واحد يخش عطه ويأكل ومش حتى مش يأكل لا صام 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 إنما عمل ميت مصيبة ضميره من روة قاعد يغل على ذلك يعني هو عصايم على فكرة وعنشان ومتنايل بنيلة وعمل حد فايد بيغل عليه يلا هو شوف ركب عربية شكلة شوف صحيته عمل إزاي خلص راحل للصيام يعني اللي أنا عايز أقوله الناس لو تهدأ ده فكرة إيه هو اللي عامل لنا المشكلة إيه هما دمعات قولي دماعة الدولة بتوع داعش دول إيه بيحاربوا ليه طب قولي واحد بيحارب ليه بقولك عشان حنعمل دولة إسلامية طب إيه دولة إسلامية لكن تقول لكم كفرة الله 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 يعني أنت عمل تقتل شوفوا المنطق ما حنا لازم دا يا دماعة هذا ليس منطق عمي مع داعة اللي محتاجين نكلمه عشان الوري اللي بيحتازل أبوه أقوله يا ابني أنتك ده غلط ده خطر وأن أنا لما عايز أقول إن حتى لو أب النهار دا عنده وعنده زلته مش محرب حيعمل إيه يعني حيطلقها مثلا ما قلتش تلقها حيعمل إيه ما هنت بتقول تأمر هي خلاص قال لها وخلاص مرة واثنين وثلاثة ومية هيا وبعدين تمام ها وبعدين وعندما يعلم الله منه صدق النية ربنا حيداله إنسان يا عمي أنا ما اتهدت ولا ما اتهدتش ده موضوع بتاع ربنا بقى إنما هو مش حيوصل لفين عشان خطر بس بفاهميه فهو حي حسابها على نفسها حسابها على الله انت فاهمني أنا بانصح إنما ربنا هو اللي حيحاسبها بقى صحيح وخدت بالك أنا قلت الله هو اللي يحاسب وربنا اللي حيحاسب الولاد دول بس أنا عملت اللي علي إنما أنا مش مقصر لكن يا أستاذنا عزيزي بس حاجة خل بالك معايا منها ساعات الأب ما بيصليش أصلا ما برقحاش بيعمد ما هو لما رقحاش تبقى مصيبة سودة هو قدوة سيئة وينشاء ناشئ الفتياني مننا على مكان مدالة بنا بقوله إنما لازم نفهم إن احنا كلامنا لحدود أنا لا أستطيع أن أهدي واحد ربنا مش عايزه يتهدي هاهدي إزاي هو ربنا مش عايزه صلي هاهصلي إزاي إحنا نأمره مرة واثمين برضو حاجة بتأمر أصل الأمر ده حدودك ايه معاك ربان لا ما أودش أمر بك ربان يا أستاذنا مش الأمر بك ربان أم أنت أقول له قولا طليلا قم صلي يا ابني يبقى أنا أقول تلو قلنا ده يبقى بس عشان نوصل ليه تمام تمام لإحنا نتيلة الفهم اللي فيه لابس ده ناسة صورت إنها بالأتل هتعمل الدولة الإسلامية لا طبعا هذا ليس دينا وهذا ليس إسلام الله ورسول بريمان إلا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على الصلاة في وقتها وسيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام التقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نازل وقال له يعني كما دار بينهما حوار طويل قال له أنت ربنا فرض عليك الصلاة دي قال له خمسين صلاة قال له ارجع إلى ربك ده بني إسرائيل فرض الله عليهم أقل من ذلك وكانوا أكثر صحة من أمتك ومع ذلك عجزوا عن ذلك فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربي سبحانه وتعالى فبقيت خمس صلوات في اليوم والليلة عملا وخمسين ثوابا جزاء وموسى عليه السلام قابل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يراه لأنه رأى ربه سبحانه وتعالى في ليلة الإسرائي والمعراج ودح يقررنا لسؤال مهم جدا هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في ليلة الإسرائي والمعراج الإجابة نعم إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح رأيت ربي عز وجل نورا أن أرى شاف ربنا سبحانه وتعالى أن أرى أن يعني كيف كيف أرى هو نور لأن الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى وبعدين رؤية ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا مستحيلة لماذا؟ لأن يعنينا فانية والفاني لا يرى الباقي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لكننا في يوم القيامة بإذن الله سنرى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدري لا تضامون في رؤيته وعدين تعالى سيدنا موسى لما قال لربنا ربي أرني أنظر إليك أنا عايز أشوفك ربنا قال له إيه سبحانه وتعالى قال له لن تراني ولو كانت رؤية الله مستحيلة في الدنيا على بعض خلقه لقال الله سبحانه وتعالى يا موسى أنا لا يراني أحد لكن الله قال يا موسى لن تراني أنت بذات مش مهيأ للمهمة دي لكن في واحد هيئ لهذه المهمة هو الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما تم شق صدره الشريف في نفسه في ليلة الإسرائيل والمعراج عندما نزل له جبريل من السماوات العلم ومعه طشط من الجنة وملأه بماء زمزم وأجرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عملية جراحية لكي بقى يتجاوز كل قوانين الدنيا قانون الجذبية بتاع إصحاق نيوتن وقوانين غلاف الجو والضغط وارتقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إن الأنبياء وكلهم من أصدر إبراهيم يعرفون ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله ومستحيل أن يطلب موسى من ربه أمرا من المستحيلات الحاجة التالتة أن الله علق رؤيته سبحانه وتعالى على ثبوت الجبل وقال له فإن استقر مكانه فسوف تراني فمدام ربنا علقه على حاجة إبا إذن الله سبحانه ورسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى وإحنا كلنا حنشوف ربنا وأعظم متع الجنة مش بس الحور العين ولا الولدان المخلدين لكنها رؤية الحق سبحانه وتعالى لكن إحنا في الدنيا الصبرهيم ما بنشوفش ربنا سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن إذا كانت العيون لا ترى الله سبحانه وتعالى مشاهدة العيان فإن القلوب ترى الله سبحانه وتعالى بحقيقة الإيمان وعلى كل شيء قدير سؤال تاني مهم جدا لماذا كانت الصلوات خمسا ولم تكن ستا أو سبعا كانت الصلوات خمسا لأن هذا الكون اللي إحنا فيه دائما الصبرهيم في خمس أنواع من القبل عدي معايا حضرتك كده القبلة الأولى قبلة العرش من الذي يتجه لهذه القبلة؟ الملائكة الحافين الذين قال الله في حقهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم الملائكة الحفين حول العرش يعني يسبحون لله حفين وترى الملائكة حفين يحفون يقاربون من حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى هم دلوقتي أربعة يوم القيامة حيبوا تمانية كما قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هؤلاء الملائكة في تسبيح دائم لله سبحانه وتعالى بعضهم يقول يا رب سبحانك على حلمك بعد علمك والبعض الآخر يقول سبحانك على عفوك بعد قدرتك يا رب العالمين ويريت الناس تدعو بهذا الدعاء سبحانك على حلمك بعد علمك ذا تسبيح الملائكة حملت العرش سبحانك على حلمك بعد علمك سبحانك على عفوك بعد قدرتك يا رب العالمين القبلة الثانية في هذا الكون هي قبلة الكرسي كرسي مين يا صدر إبراهيم كرسي الحق سبحانه وتعالى في الألعن ربنا وسع كرسيه السماوات والأرض من الذي يتجه لهذه القبلة يتجه لهذه القبلة الملائكة الأربعة الكبار الذين قال الله عنهم إنهم الملائكة المقربون لما قال ربنا في القرآن في سورة النساء لن يستنكفى المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون من هم الملائكة المقربون هم جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وملك الموت عليه السلام هؤلاء قبلتهم كرسي الحق سبحانه وتعالى القبلة الثالثة في سورة إبراهيم هي البيت المعمور والبيت المعمور في السماء السابعة فوق الكعبة مباشرة وهو قبلة الملائكة الحفظة احنا معنا قوات كوماندوس ربنية معنا حراسة أمنية مشددة كلنا من الملائكة هؤلاء الملائكة الورديات دول بيخلصوا الورديات الحراسة بتاعتنا ويصعدون إلى البيت المعمور يصلون قبلتهم البيت المعمور يصلون فيه لله سبحانه وتعالى القبلة الرابعة في هذا الكون هي الكعبة المشرفة وهي قبلة مليار وسبعمائة مليون مسلم هم عدد الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة الخامسة هي قبلة الحيارة أو المتحيرين عندما تقول أكبر من الدنيا وما فيها الله أكبر من الوظيفة الله أكبر من المادة الله أكبر من البيت الله أكبر من الزوجة الله أكبر من الأولاد الله أكبر من الدنيا كلها أبنا بيقولك حي على الصلاة حي على الفلاح يعني حاجة عظيمة جدا يعني خير ينتظرك إن شاء الله عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فالدرس اللي تعلمه واللي يرضي رسول الله في هذه الليالي الطيبة إن احنا لازم يا أستاذنا نحافظ على الصلاة في وقتها أيضا من أهم المحطات التي يجب أن نتوقف أمامها في ذكرى الإسرائي والمعراج بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد اللي شفها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسرائي والمعراج زار الجنة اللهم اجعلني وياك الصبر هي من أهل الجنة ورأى فيها كل سادة المشاهدين ورأى فيها عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واستمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة وقد كلمت النبي عليه الصلاة والسلام ومن فيها من الحور العين والولدان المخلدون والسندس والاستبرق والأباريق ماذا قالت الجنة؟ قالت الجنة نحن لأهل لا إله إلا الله ولا نحب إلا أهل لا إله إلا الله ولا نطلب إلا أهل لا إله إلا الله ولا نرغب إلا في أهل لا إله إلا الله ونحن محرمون على كل من لم يقل لا إله إلا الله فواجبنا نحن نكثر من لا إله إلا الله لأن ربنا يا أستاذ إبراهيم خلق الكون دا كله من أجل غاية وحدة أنت عارف فيه إيه لا إله إلا الله فاعلم سورة محمد طبعا يقول كده فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله والأعراب زمن لما سألوه بتعرف ربنا ولا لا فقال الأثر يدل على المسير والبعر تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدلك لذلك على وجود الله اللطيف الخبير ولما سئل آخر هل تعرف الله قال وكيف أعبد ما لا أعرف قال له كيف عرفت الله فقال أغنى الصباح عن المصباح وما تحتاج النهار إلى دليل اللي يمكن النهار دا يبقى أعمى من المشاهد العظيمة جدا التي رآها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي سيدنا بلال يا بلال إني رأيتك في ليلة المعراج تمشي في الجنة الله أكبر شفتك ماشي في الجنة واستمعت إلى دفنا عليك فيها واستمعت إلى صوتنا عليك فيها فبما سبقتنا إليها يا بلال سبقتنا الجنة إزاي عمل إيه فقال يا رسول الله إنني ما أحدست إلا توضأت وما توضأت إلا صليت لله عز وجل ركعتين بنية أن يغفر الله عز وجل لذنوبي فاللي عايز روح إلى جنة يا جماعة الطريق سهل نعمل إزاي سيدنا بلال ما أحدث إلا توضأ على طول واحد يمشي متوضي عظيم جدا يا صبرهين سوابه عظيم جدا لأن لا يقربك شيطان لا يوسس لك الشيطان تبا في معية الله الأمة المتوضأة دي أمة طاهرة في رضا الله سبحانه وتعالى إنني ما أحدست إلا توضأت وما توضأت إلا صليت لله عز وجل ركعتين يليت الناس تعمل كدف بنية أن يغفر الله سبحانه وتعالى لذنوبي الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أيضا في الجنة كما يقول صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا مغيبا في نور عرش الله سبحانه وتعالى وكدف على نور العرش في نور العرش الحق سبحانه وتعالى فقلت يا أخي جبريل من هذا الرجل هذا ملك قال لا قال له هذا نبي قال لا هذا الرسول قال لا قال له فمن يكون إذن هذا قال له يا رسول الله هذا رجل من أمتك هذا رجل من أمة الحبيب كم بيحمل أي في الدنيا باعص إبراهيم هذا رجل من أمتك لسانه رطب بذكر الله هذه أول حاجة فغيب في نور الله سبحانه وتعالى وقلبه معلق بالمساجد ولم يعق والديه أبدا ثلاث صفات إخاذ الواحد يبقى مقرب من نور ربنا في الجنة إن شاء الله يبقى قريب من عرش الرحمن سبحانه وتعالى خد بالك هذا الرجل كان قريبا يا أمتك من نور إيه من نور العرش لأنه كان يذكر الله بلسانه ولو كان يعني يذكر الله بقلبه لغيب في نور الحق سبحانه وتعالى نفسه وقلبه معلق بالمساجد بيصلي في الجامعة كتير أوي ولسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى هذه هي بعض المشاهد العظيمة التي شاهدها رسول الله آخر مشاهد حقوله بس إن سيدنا رسول الله زار قصر في الجنة لعمر بن الخطاب أصر أصر عمر بن الخطاب وقال لي عمر لما نزل قال لي يا عمر أنا مرضتش أخش الأصر لقيت فيه حور عين فمرضتش أخشه تذكرت غيرتك فلم أدخل تذكرت غيرتك فلم أدخل فقال له أو عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وعلى أليه وصحبه أجمعين آخر حاجة سأقولها إن الرسول بقى شاف ناس وحشة دول في النار قال لي عزه بالله لقى ناس بتقرد ألسنتهم بمقاريض من نار تقطع ألسنتهم قال من هؤلاء يا خجويل قال هل هما هؤلاء هم خطباء الفتنة في كل زمان ومتحة الناس اللي بتضل الناس الناس اللي بتقول للناس كلام بعيدة على المنهج الله الناس يا أستاذنا اللي بتفسر الإسلام على مزاجها الناس اللي بتفسر الإسلام على إنه دين حاجة الناس اللي بتوقع الدنيا ببعضها الناس اللي بتخطب ربنا دالها لسان فاستصمرته في معصية الله سبحانه وتعالى الناس اللي بتقرأ القرآن والقرآن يلعنها رب قارئ اللي القرآن والقرآن والعنم إذا كنت تقرأ القرآن فلابد أن تعمل بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعلم إلا أكلمك واحدة جباعة فيما تبقى من دقائق عن في رسائل بس عشان الأخوة ما يزعى يبقى شعبان إن شاء الله المرة القادمة الأستاذ خالد حامد بقول بعد تحية أستاذنا الفاضل كل سنة وحضركك وقال في الصحة وسلام كلنا بن عزك أو يرير للوطن في الصحية والله تحية لحضركك وليضيف البرنامج يا رب مصر فوق علمية وتحية مصر وزي ما قال البطل العظيم مصرم والدنيا هتبقى الدنيا تحية مصر تحية مصر طب خويس الأستاذ عبدالله بيقول لي هل يحسب المرء على كل ما يدور في الزهن ويشغل باله يا غير والشوء الإنسان لا يحسب على ما يشغل باله ولكنه يحسب إذا تحقق ما يشغل باله إلى عمل نفذه بقى إذا تنافذ على الأرض يعني من هم بسيئة فلم يفعلها شو بقى الفضل كتبت له حسنة يعني واحد راح يعمل مصيبة وما عملهاش ورجع أنا أخيف من ربنا يا ربنا مش هعمل ده عشان كتبت له إيه حسنة والحسنة عند الله بعش الأمسان نعم حول أغى المصراتي بتقول السلام عليكم أنا صائمة ندر وقد أخطأت على غفلة ونسيان مرتين فما الحكم أخطأت على غفلة ونسيان يعني وهي صائمة صيام هي شربت مية صيام النزر تحديدا قال صلى الله عليه وسلم فيه من نظر أن يطيع الله فليطيع ومن نظر أن يعصي الله فليعصي الله هذا صيام واجب عليه فإذا أكلت أو شربت ناسية فلتتم صومها وليقبل الله منها سبحانه وتعالى الندر صيام 2 و 3 2 و 3 3 تشهر يعني هي كتندرة حصوم 2 و 3 لمدة 3 تشهر تمام داي رمضان توقف رمضان وتكمل بقى بعد رمضان ولا تعمل ايه توقف رمضان خلاص هي حصوم رمضان كله اه إنما الندرة فين راح هي 3 تشهر غالي ستتكمل الشهر بعد رمضان بعد أن تقرق رمضان رمضان صيام واجب أنا بتقول لو حد حلف يمين ووقع فيه يصوم 3 أيام كفارة اليمين الأيام دي متصلة ولا منفصلة شوف حاجتك اللي يحلب بيمين وشوف إن فيه حاجة أفضل منه عليها أن يعود في هذا اليمين وأولا يطعم يعني ايه يعني ايه يعني أنا قلت والله أنا راح أزور فلان وبعدين اكتشفت إنه عين ولازم أروح أزور يبقى في هذه الحالة أروح أزوره وكفر تكفيري اليمين أعمل ايه حضرتك ايوه إن أنا أطعم عشرة مساكين ده قبل الصيام يعني أنا الأفضل إن أنا أطعم عشرة لا ده الأول الأفضل يعني الأفضل عشرة مساكين ما عنديش بقى فلوس أأكل غلاب أصوم يبقى أصوم ثلاثة ياب لكن أنا عندي فلوس أنا حس فيه دية منطة تصوم أنا عايز الغلاب يأكل فيطعموا عشرة مساكين الحد الأبنى لطعم العشرة مساكين قد دي لو قلنا بفوله طعمية يبقى عشرة جميع الحد الأبنى لا ما دلاتي ما حدش سيبها يصرفها دلاتي زي ما تطلع لا ما فيه عشرة النقية عشرة بعشرة المائة عشرة حيكلوا بأه لا يعني واحد ده رالي الحيير مش سندوي تشفوش الواحد سما صباحي بتقول اللهم بارك لنا في شعبان والعالو شهر خير علينا على بلدنا الحبيبة وأسأل الله العليه قدر يبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال وأننا عنا على صيام وقيمة رواع الكلام بتقول السلام عليكم عندي سؤال كامل مبلغ من المال المفروض يزكى عندما يبلغ النصاب خمس سلاف لينيه المبلغ إيه؟ النصاب خمس سلاف جنيه لا، الخمس سلاف جنيه لا زكاة فيها الزكاة واجبة في المال بشرطين أن يحول عليه الحول العام الهجري وأن يتوافر فيه النصاب النصاب أيها السلام إبراهيم ما قيمة 85 جرام ده بعيار 21 تاني ما قيمة 85 جرام ده بعيار 21 طب إفرض أحد عايز يطلع يا أخي خلال أحنا من أحدهم نقوله حكما شرعيا يا أستاذنا لكن العايز يطلع في أي وقت إن شاء الله معاه 2 جنيه طلعهم وحر إيه المشكلة؟ إن شاء الله يستلف وطلع الغلابة مش مشكلة هو حر لكن الزكاة واجبة في المال بشرطين يمر عليه سنة وتوفر فيه النصاب يطلع عده طلع 2.5% يعني إيه؟ يعني كل 1000 جنيه حضرتك 25 جنيه يعني كل 100 جنيه 2.5 جنيه طاعة لله سبحانه وتعالى ودي تكون فيها بركة ونماء وزيادة في المال إن شاء الله يا دكتور وحدان بشكر حضرتك لدا لدا وأن نتكلم بقى على شعبان بقى في الأسبوع اللي معالشي إن شاء الله شكرا لكثير وحدان جزاكم الله خير بشكر حضرتك وتصبحها لخير موسيقى 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 موسيقى